في منطقة واشير بولاية هلمان جنوبية أفغانستان، يحرس مقاتل حركة طالبان حقول الخشخاش قبل إطلافها وتدميرها بالكامل. المنطقة التي تعد معقل زراعة الخشخاش في أفغانستان والتي تستخدم في إنتاج الأفيون والهيروين باتت هدفاً لطالبان التي أصدرت حكومتها قراراً في أوائل إبريل الماضي يحضر زراعة نبات الخشخاش وإنتاج واستهلاك جميع المواد المخدرة. نعمل بجد لإيجاد بديل لهذا المحصول، وسيتم اعتقال ومحاكمة من نواصل بذر وزراعة الخشخاش في المحاكم المختصة، ونأمل أن نحقق بعض الإنجازات الجيدة في هذا الصدد. مكافحة زراعة الخشخاش في أفغانستان ليست وليدة اللحظة، فقد سبقتها جهود أمريكية إبان احتلال واشنطن للبلاد، حيث أنفقت مليارات الدولارات دون نتيجة ملموسة، بل ازدادت زراعته. لكن طالبان تواجه معضلة في قرارها، إذ يعد الخشخاش مصدر دخل للعديد من المزارعين في أفغانستان، الذين يعتمدون على عائدات المحصول للبقاء على قيد الحياة، فهي تمكنهم من كسب ما يزيد على 300 دولار في الشهر. نحن نواجه الجفافة ونقص المياه، ومن ناحية أخرى ليست لدينا حقول زراعية كبيرة، لذا فإن بذرة وزراعة محصيلة أخرى غير خشخاش الأوفيون لا تكسبنا أي شيء. وبين رغبة طالبان في القضاء على زراعة المخدرات والأوضاع الاقتصادية المتردية جراء انقطاع التمويل الدولي، يبقى تحجيم زراعة الخشخاش منوطا بتحقيق الحركة لوعودها. بإيجاد بدائل للمزارعين.